هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله من نومكم سيامة والقيامة وقراءة القرآن ها قد مضى ثلث رمضان فماذا نحن فاعلون وماذا نحن سنفعل في قادم الأيام ينبغي علينا أن نتدارك ما أضعناه من وقاتنا نلتقي أيها الأحباب في هذا البرنامج برنامج قبسات تضبورية لنقف على بعض القبسات في الأجزاء القرآنية لعلنا نفهم بعض الأمور العملية التي يجب علينا أن نفهمها اليوم هو الجزء الحادي عشر فنجد في أول ما جاء فيه هو قول الله سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم وهذه صفة المنافقين أنهم يتخلفون ثم يعتذرون فهذه الصفة لا ينبغي أن تكون في المؤمن الصادق وإنما ينبغي أن يصارح نفسه وأن لا يتحجج بأعذار واهية ثم يأتي في هذا الجزء قول الله سبحانه وتعالى وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى بفضل السبق لأن السبق له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فينبغى لنا أن نكون من السابقين في كل أبواب الخير التي تفتح لنا أن نكون من السابقين ولا أن لا نتلك أو نتأخر وفي هذا الجزء أيضا نجد قول الله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالحجة هي العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يقول أن قائل الإيمان في القلب نعم الإيمان في القلب ولكن الإيمان مواقر في القلب وصدقه العمل فإن لم نرى إيمانك قد ظهر على أعمالك فأي إيمان هذا الذي يدعيه البعض ممن يجاهرون بالمعاصي وغيرهم ممن يفعلون أمورا أخرى أيضا نجد في هذا الجزء قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالمؤمن كله لله سبحانه وتعالى قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى قد باع وقته وباع جهده وباع أولاده وباع كل شيء لله سبحانه وتعالى وأن يكون أمله هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليه ثم نجد قولا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حقيقة إذا وقف الإنسان مع هذه الأيس النفسه أين أنا هل أنا مع الصادقين أم أنا مع المنافقين هل أنا منهم أم أنا لست منهم فيحاسب الإنسان نفسه دوما ويراجع نفسه ولا يتمادى في معصية الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيضا نجد في هذا الجزء قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين وليمونذر قومهم إذا رجعوا لهم لعلم يحذرون دين الله سبحانه وتعالى مبني على العلم فيجب علينا أن نتفقها في ديننا وأن لا نتقاعس عن طلب العلم والتفقه في الدين فإنه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى عن جهل في آخر هذه الصورة صورة التوبة نجد قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم فالنجاة والفوز وطوق النجاة هو اتباع هذا النبي الكريم الذي جاءنا من أنفسنا جاءنا من أنفسنا في رواية شاذة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا فلماذا لا نكون نحن حريصين عليه وحريصين على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم ثم تأتي صورة يونس عليه السلام وبالمناسبة سورة يونس سميت سورة يونس لأن أمته كلها آمنت كل الأنبياء دعوا قوامهم فمنهم من آمنوا ومنهم من لم يؤمن أما قوم يونس فكلهم آمنوا عن بكرة أبيهم المقصد الأساسي من هذه الصورة هو الإيمان بقضاء الله وقدره الإيمان بقضاء الله وقدره لذلك تجد في بداية هذه الصورة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارضة في ستة أيام ثم استوى عن العرش يدبر الأمر إذا علمت أن الله الذي يدبر الأمر كيف لا ترضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى قد لا يعطيك الله سبحانه وتعالى الولد لحكمة يعلمها قد لا يعطيك المال لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد لا يعطيك بعض الأرزاق التي تظن أنت أن فيها خير لك ولكن ليس فيها الخير لك فخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مظاهر قدرته هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب الذي خلقه وفعل كل هذه ألا يمكن له أن يقدم لك الرزق ألا يمكن أن يعطيك الولد سبحان الله الله قادر على كل هذا ثم تأتينا آية أخرى تحدثنا عن حال الإنسان حينما يأتيه الضر وإذا مس الإنسان الضر داعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك لم يدعنا إلى ضر مساه فالإنسان لا ينبغي أن يكون هكذا وإنما أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حال الرضا وفي حال السخط في حال الإبتلاء وفي حال النعم دوما قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ثم تأتي آية تدل على أن الله القرآن من عند الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك ولا ريب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسه إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله صفة من صفاته فلا يمكن أن يعتريها النقص ولا يمكن أن يؤتى بها من أحد غير الله سبحانه وتعالى ثم بداية الحزب الثاني من هذا الجزء نجد قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم يعجز الله سبحانه وتعالى الشركاء الذين غيره فيقول قل هل من شرائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده هذه لا يمكن أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم يأتي في هذا الجزء أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا نفرح بكلام الله نفرح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نفرح بما أمر الله سبحانه وتعالى وتأتي آية طمئن المؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجد أيضا في هذا الجزء تكرار قصة موسى عليه السلام مع فرعون وفي كل تكرار نجد معنى زائد أو شيء آخر إضافي أي أن القصص لا تكرر لذاتي وإنما إضافة معاني أخرى زائدة لم ترد في مواطن أخرى ثم نجد في ختام هذا الجزء قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى ولا أحد يمكن أن يدفع عنك الضر إلا هو جل في علاه ثم يأتي في آخر هذا الجزء صورة هود التي سنبدأ بها إن شاء الله سبحانه وتعالى في يوم غد إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا